تلوتي معد موجز الأخبار مع ليندا شكرا شازلي أثمنا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش في موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 1800 متعافن من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفارس إلى 341.059 حالة وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 1.533 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها معمليا للفارس ومتحوراته بالإضافة إلى وفاة 29 حالة جديدة ترأس رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اجتماعا طارئا للقيادات الأمنية والعسكرية لبحث الهجوم الإرهابي الذي نفذه تنظيم داعش الإرهابي بمحافظة ديالا وأكد القاظمي خلال الاجتماع ضرورة عدم تكرار موصفها بالخرقات الأمنية ووجه الأجهزة الاستخباراتية وجهاز الأمن الوطني بمضاعفة الجهد الاستخباري وتعزيز التنسيق الأمني بين الأجهزة العسكرية والأمنية كافة كما وجه القاظمي بإعادة تقييم قيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية في محافظة ديالا وتشكيل لجان تفتيش لمتابعة تنفيذ التوجيهات الصادرة منه فيما يتعلق بالخطط العسكرية واستكمال متطلباتها أعلن الجيش العراقي عن إلقاء القبض على ستة إرهابيين في مناطق متفرقة من البلاد وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول إن تشكيلات جهاز مكافحة الإرهاب نفذت سلسلة من العمليات الناجحة ضد بقايا تنظيم زعش الإرهابية مشيرا إلى نجاح الجهاز في القبض على ثلاثة إرهابيين في ناينوى فضلا عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في محافظة طيب بغداد وكاركوك قال الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتاغش إن هجوم قوات الحوثي على منشآت مدنية في الإمارات غير مقبول وصف جوتاغش الهجوم بالخطأ الجسيم وتصعيد المؤسف مؤكدا أن أي قصف يستهدف المدنيين أو يهدد سلامتهم هو غير مقبول تصريحات جوتاغش جاءت بعد بيان المجلس الأمن الدولي أدن فيه بالإجماع وبأشد العبرات الاعتداءات الإرهابية التي شنتها قوات الحوثي في اليمن على منشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة نفى التحالف العربي ما تم تداوله من تقارير إعلامية بشأن استهدافه مركز احتجاز بمحافظة صادة في اليمن وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تركي المالكي أن ادعاءات قوات الحوثي عن استهداف التحالف لمركز احتجاز بمحافظة صادة وقوات ضخاية من المحتجازين بداخله غير صحيحة وصفا ما سوقت له قوات الحوثي بالتضليل الإعلامية أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتاغش عن أمله في التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة القائمة حاليا في أوكرانيا واستبعد جوتاغش حدوث أي تدخل عسكري روسي في أوكرانيا مؤكدا أن الدبلوماسية هي السابيل لحل المشكلات كما اشدد على ضرورة تجنب ما وصفه بالأسوأ نهاية مجزة ثمنة نعود الاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر